والبلد اللي هي يعني يمكن أن تبهر العالم بالتمثيل اللي بتشوفوها في أنحاء مختلفة في مصر يعني احنا بلد حضارة وورثنا عن أصحاب الحضارة وعن الفراعنة طراثا يعني علمنا كتير وخلانا كمان نهتم بالجمال ونهتم بالحضارة تعالوا شوفوا دلوقتي لو أنت بتصمم تمثالا حديثا لأي شخصية كم القبح اللي فيه احنا كنا جبنا لكم أحمد عرابي لو شفتوا الأزمة اللي حصلت هنحاول نجيب لكم الصورة تاني وبرضو في رفع الطهطاوي هنجيبها لكم أحد رواد التنوير في العصر الحديث بس تعالوا نشوفوا أم كلثوم في أبو الفدى في الزمالك لاحتجاجات على قبح التمثال موسيقى 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 كنت نلبس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني أنت يا جنة حبي واشتياقي وكلوني أنت يا قبلة روح وانطلاقي وشبوني أغدا تشرق أطواءك في ليل عيوني موجة من الغضب العارم واتهامات بانهيار الظوق العام وعدم التمييز بين القبح والجمال بعد إعادة تلاء تمثال أم قلثوم بمنطقة أبو الفداء باللون البني الداكن للوجه واللون الذهبي للجسد التمثال وهو ما اعتبره أساتذة الفن التشكيلي نوعا من التشويه المتعمد وفقدا للقيم الجمالية التي تبقت من تراثنا القديم ده تشويه حقيقي ولا يصح يجب مسألة الحي أو المسؤول عن ما حدث مش بس المكلثوم على المكلثوم وكافة المنحوتات أو التمثيل اللي تم تنفيذها وإقامتها أو نصبها في معظم الميادين مصر الموضوع مش مجرد تشويه تمثال أو أعمالية يعني نوع من التجميل الغير أكاديمي ومش على أسس علمية فبيؤدي في الآخر إلى فوضى بصرية وده اللي انعكاسه على الوجه الحضاري لبلدنا متسبب الجهل التدني للمستوى التعليم الثقافة وخواءها من مضمونها ده كله بيؤدي أن لما بيحصل تشويه من قبل أي حد غير متخصص إحنا كفنانين ما بيلاقيش حاضنة شعبية لنا إحنا والإحماية الزوق العام اللي موجود ده على الطبيعة عملية ترميم لسه ما انتهاش فإحنا لسه في مرحلة الرخام ومرحلة البلاط لسه ما اللي فوق ده معجنة وهو لو كان لهاقي ما كان جه رئيس الحي أو المحافظ فتحه تقريبا فيه كونسبت بتاع نحن لو دهنا الشيء هاكيد هيبقى أحلى بس لأ مش ده يعني بتعمله كويس يا ما تعملوش خالص سيبه زي ما هو هيبقى أكيد أحلى هو أكيد كان أحلى واللي حصل في التمثال قريب جداً اللي حصل للمسك بتاع توتا عن خامون إن هو نقاش يعني يشتغل عليه يعني وده شيء مش مش حلو لا للتراث ولا لشكل البلد العام جدعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا الندم على الماضي وروج راحوا أيضاً كان فيه احتجاجات في الشرقية على تمثال الزعيم الوطني أحمد عرابي اللي حتشوفوه على الشاشة يعني كمان يعني فكرة الخضار وعدم تناسق الألوان اللي بيخلي الناس حتى اللي عندها الحس الجمالي تنزعج وده كمان فيه تمثال انتشر الحين أنا لقيت بوست مكتوب من الدكتور أحمد مجاهد الرئيس السابق للهيئة العامة بالكتاب على تمثال رفع التهطاوي أحد رواد التنوير في مصر أحد رواد الفكر والتنوير في مصر تمثال وكتب عليه كان تعليق لدكتور أحمد أنه يعني قادر رفع خليته رفع التهطاوي يعني هو بيدعي علينا خليته الحجر ينطع وفعلاً الإيد دي كأن رفع التهطاوي بيدعي علينا والشكل يعني لا يتناسب أبداً مع مكانة مصر في تعليم العالم الجمال والفنون بكل أشكالها يعني ده حيخلينا أسأل الدكتور أحمد مجاهد دكتور أحمد أهلاً بيك أهلاً بحضرك أستاذ واني أنت عملت تعليق الحقيقة يعني بيختصر المأساة إنت استفزك في إيه المشهد أو التمثال هو زي ما حضرتك بتقوله زي التقرير اللي فاته هو ليس تمثال رفع واحد أولاً يعني نحن المصريين صناع الفن وبخاصة فن النحن يعني كل المتاحة في المصرية الأديمة تشهد بذلك ولو بنتكلم حتى على الواقع المعيش نقنا عايشين بالوقت أنت عندك كليات فنون جميلة حتى في المحافظات يعني كليات فنون جميلة المينيا دي نقصر يعني كليات فنون جميلة يعني فيها أسدزة وفنانين كبار جداً وعند حضرتك قطاع الفنون التشكلية في بذلك التقافة وعند حضرتك جهاز التنسيق الحضاري إزاي بقى يمكن أن تمر تماثيل بكل هذه الدرجة من القبح هذا يعني مشكلتها عارف إيه حضرتك أكثر من حاجة يعني أولاً تشويه صور الرموز والأسوأ من هذا هو اعتيادنا للقبح يعني لما يبقى تمثالهم مكلسوم المدهون أخضر وتمثال رفاعة ده وتمثال أحمد أخضر يعني أنت تمثالهم مكلسوم عينك شايفة إزاي يا دكتور أحمد لا طبعاً ده مدهون ليه وتمثال عبد الوهاب للباب الشعرية يعني كل هذه التمثال بتسند إلى غير ذوي خبرة في تجددها مع أننا نعملها لهدفين واحد تجميل الميادين اتنين الاحتفاء برموزنا يعني هما يعني بص الغاية لا تبرر وسيلة يعني الغاية نبيلة ولكن كم من الغايات النبيلة يعني أدت بنا إلى طرق وعرة يعني ما ده هو التجميل تحول إلى قبح والاحتفاء برموزنا تحول إلى إهانة بالضبط سيما حدثت كده بتقول أستاذ وقال وبعدين الدنيا يعني المسألة سهلة جداً احنا عندنا كليات فنون جميلة في المحافظات عندنا قطاع الفنون التشكيلية وده قطاع مهم جداً عندنا طبعاً نحكين مهمين جداً عندنا جهاز التنسيق الحضاري عندنا تمثيل موجودة بالفعل في سيمبوزيوم أسوان بتنتج كل سنة احنا مش عارفين نوديها فين احنا سيبناها في الجبل يعني لو لو في فكرة لنقل هذه التمثيل هذه التمثيل تكفي لتجميل كل ميادين كمهورية مصر العربية ده على مسؤولية الكلام اللي أنا بقوله ده وبعدين مش عاملها نحكين مصريين بس نحكين مصريين وأجانب صدافتهم في هذا السيمبوزيوم من سنوات طويلة وكلهم موجودين في الجبل في أسوان شيء عظيم جداً ان هم موجودين هناك ولكن مفروض ان هذا وجود مؤقت علشان ننقلهم فكرة ان احنا نعمل تمثيل لرموزنا هذا احتفاء عظيم جداً وكما مشروع موجود في هيئة قصور الثقافة ان احنا نحتفي بهؤلاء الرموز ونعمل لهم تمثيل ولكن الهدف الرئيسي من التمثيل انه يصدر حاجتين اولاً يصدر قيمة وريادة في هذه الشخصيات ثانياً يصدر جمال يعلمنا الاحساس بالجمال ويرفع من ذوقنا الفني انما زي ما حضرتك قلت هذا ليس احتفاء بالشخصيات وهذا ليس تجميل بل تشوي الف شكراً يا دكتور وانا عجبني جداً خليته رفعته طويدة علينا يعني خليته الحجر ينطق يعني وفعلاً الصورة بيدة علينا والله الف شكراً يا دكتور أحمد مجايد شوفوا المعقولة يا جماعة احنا اللي بنعلم الناس الجمال من العبقاري اللي عمل التمثال بهذا الشكل لأحد رواد الفكر والثقافة والتنوير وَاِضَمْ تِمْسَلَ